موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية نبدأها بالعنوين رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة صرف مرتبات القطاع العسكري والأمني بصورة عاجلة الهجرة الدولية تقول إن نحو أربعمائة ألف يمني نزحوا منذ مطلع العام الجاري بسبب حرب ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية مرحبا بكم اطلع رئيس الوزراء معين عبد الملك على ما تم إنجازه على صعيد صرف المرتبات المتأخرة بموجب اتفاق الرياض جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعا لقيادة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لمناقشة عدد من الجوانب والإجراءات المتصلة بالحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التسريع بتجاوز الاختلالات القائمة وصرف المرتبات خاصة القطع العسكري والأمني بالصورة عاجلة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي واكد رئيس الوزراء وقوف الحكومة إلى جانب السلطتين النقدية والمالية في كل الخطوات التي تتخذها من أجل الحفاظ على الاقتصاد والعملة الوطنية والقيام بواجباتها والتزاماتها في خدمة المواطنين وحذر رئيس الوزراء من تدعيات استمرار السياسات التدميرية التي تنتهجها ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية لضرب الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن القومي والمعيشي للشعب اليمني وقال إن هذه الممارسات تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام محك حقيقي لوضع حد للتلاعب والمتاجرة بحياة المواطنين وتعميق الكارثة الإنسانية التي تسببت بها نصب مسلحون كمينا لمركبات عسكرية تابعة لقوات الجيش في مديرية المحفد جنوب شرق محافظة أبيان ما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود ورجحت مصادر محلية أن يكون المسلحون الذين نفذوا الكمين تابعين للمجلس الانتقالي الذي يتبنى عذاءا معلنا ضد الجيش والدولة وأكدت المصادر إصابة ثلاثة جنود وتضرر مركبتين عسكريتين أطقم جراء الكمين يشار إلى أن هذا هو الهجوم الثاني خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية حيث شن مسلحون موالون للمجلس الانتقالي هجوما على مواقع تابعة للجيش في بلدة طاليل غربي المحفد أكدت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة نزوح نحو أربعمائة ألف يمني منذ مطلع العام الجاري بسبب حرب ميليشي الحوث الإرهابية وقالت المنظمة الأممية في تقرير صدر مؤخرا أن الصراع المستمر في اليمن منذ مارس 2015 أدى إلى نزوح أكثر من ثلاثة ملايين وستمائة ألف شخص بحسب المنظمة فإنه شهد خلال الأسبوع الماضي أعلى عدد من حالة نزوح في محافظة الضالع وكانت معظم حالة نزوح في المحافظة داخلية كما تم في تعز تسجيل عدد كبير من حالة نزوح في مديريات شرعب السلام والشمائتين والقاهرة وكانت معظم الأسر النازحة من تعز وعدا والحديدة فرضت ميليشي التمرد والإرهاب الحوثية في صنعاء قيودا جديدة على أنشطة المنظمات الدولية والتابعة للأمم المتحدة ومنعتها من إقامة أي أنشطة وفعاليات في مكاتبها بصنعاء إلا بعد اشتراطات محددة وبإذن مسبق من الميليشيا ضمن مخطط يستهدف القطاع الإنساني بشكل مباشر ونقل الصحيفة الشرق الأوسط عن موظف محلي في إحدى المنظمات الدولية قوله إن التعميم الحوثي يأتي ضمن سلسلة انتهاكات ومضايقات بحق المنظمات الإنسانية والإغاثية والدولية العاملة في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لاحتلال الميليشيا ويأتي تصعيد الانقلابيين ضد منظمات الإغاثة الدولية عقب اتهامات عدة وجهت الأمم المتحدة للحوثيين بعبقلة جهود المنظمات الإغاثية والحلول دون وصول المساعدات الإنسانية المستحقية في مناطق سيطرة الميليشيا أدان مسؤول رفيع في الأمم المتحدة استهداف مقرات ثلاث منظمات إنسانية دولية تعمل في محافظة الضالع جنوبي اليمن خلال اليومين الماضيين وقال وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك في بيان إن أفراد مجهولين هاجموا مواقع لثلاث منظمات إنسانية دولية في الضالع باستخدام قنابل صاروخية وأشار لوكوك إلى أن الهجمات تسببت في إصابة شخص واحد بجروح وألحقت أضرار في الممتلكات واعتبر لوكوك هذه الأحداث بمثابة تصعيد ينذر بخطر يواجه العاملين الإنسانيين في اليمن مضيفا إن الهجمات أجبرت 12 منظمة على تعليق برامج المساعدات في الضالع وقال لوكوك إن ذلك سيؤثر على أكثر من 200 ألف من السكان المحليين فيما تعمل العديد من المنظمات مع التواقم المحلية لضمان استمرار الأنشطة الأساسية يواصل ملاكو شبكات الإنترنت المحلية الواي فاي في العاصمة صنعاء إضرابهم المفتوح لليوم الثاني على التوالي وإغلاق الشبكات احتجاجا على الإجراءات التعسفية من يام النت الخاضعة لسيطرة واحتلال الميليشيا الحوثية ويأتي إضراب ملاكو شبكات الإنترنت على خلفية الخطوات التي أقدمت عليها الميليشيا في بداية ديسمبر الجاري حيث عملت على إغلاق عدد من الشبكات ومصادرة أجهزات البث ورفع تعريفة باقات الإنترنت برسبة أثقلت كاهل المستثمرين إلى ذلك طالبت نقابة التجاري في العاصمة صنعاء البنك المركزي الخاضع لسيطرة الميليشيا إلى إعادة النظر في القرارات الأخيرة المتعلقة بسحب العملة الجديدة ووضع حلول إيجابية لسحبها معتبرين أن دعوة البنك المركزي بتغيير العملة الجديدة بالريال الإلكتروني ليس حلا على حد وصفهم وهدد تجار العاصمة صنعاء بخطوات تصعيدية وإضراب مفتوح في بداية يناير من العام المقبل احتجاجا على الإجراءات التعسفية والقمعية وعمليات النهب المنظمة التي تمارسها ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية ضدهم في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتها تضمين ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية لمادة السلوك كمادة أساسية في مقررات المنهج المدرسي على جميع الطلاب في صفوف المرحلتين الأساسية والثانوية جريمة حوثية متعددة الخطر والأهداف نتابع درجة واحدة في مادة السلوك تنقص عن النسبة المحددة كحد أدنى للنجاح والمقدرة في الاختبارات الدراسية النهائية بخمسين درجة قد تحيل طالبا متفوقا دراسيا إلى داخل الكعكة الحمرى ودائرة الرسوب إلى ما قبل الجائحة الحوثية لصنعاء ظلت مادة السلوك على مدى تأريخ التعليم النظامي والمنهج المدرسي مادة ثانوية ومناشطية تخضع لتقديرات المعلمين في جانب الانضباط في الحضور والهدوء داخل الفصل وليس أبعد من ذلك فيما يخص سلوكيات الطلاب والأخلاق مسألة نسبية والسلوك تصرف شخصي وكلاهما لا يمكن إخضاعه تحت معايير تقييم صارم وأحكام مطلقة وأن تضع الميليشيات الحوثية مادة السلوك مادة محورية يجب على الطالب اجتيازها لتحقيق النجاح والانتقال إلى الصف الدراسي الأعلى فذلك ما يكشف عن انحراف سلوكي لدى ميليشيات تسعى لتقييم سلوك الآخرين بمشرة الرقيب وفق أهوائها الأيدولوجية ويرى مراقبون أن هذه الخطوة الحوثية تأتي في سياق مشروعها التدميري للتعليم وعسكرة المدارس أو حوثنتها ومسخ عقول الطلاب بأفكار الطائفية والعنف والكراهية كما تهدف الميليشيات إلى تكريس خطاياها كمنهج تربوي في السلوك التعليمي جريمة مادة السلوك لا تعني في خلاصتها إلا أن يكون كل طالب في مناطق سيطرة الحوثيين حوثياً بالضرورة ليتجاوز هذه المادة بنجاح وينجو من الكعكة الحمراء قال سكان محليون بمحافظة الحديدة إن ميليشيا التمرد والإرهاب الحوثية شرعت في مصادرة العملة الوطنية التي طبعها البنك المركزي خلال السنوات الماضية وأوضح سكان محليون بأنهم أجبروا على العودة من الأسواق وأفران بيع الخبز بدون حاجاتهم اليومية الأساسية بعد تهديدات الميليشيا لتجار الجملة والتجزئة بسجن من يقبل بالتعامل بالعملة الجديدة ونشد سكان الحديدة الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية وضع حد لهذه السياسة الجائرة التي تستهدف متطلبات الحياة اليومية وعلى رأسها الغذاء والدواء هذا وكان عدد من تجار التجزئة في الحديدة قالوا إن الميليشيا الحوثية هددت بسجنهم في حال قبولهم بالبيع والشراء بالعملة الوطنية وشار التجار إلى أن مصادر الميليشيا لفاءة العملات المختلفة تسبب بكارثة معيشية واقتصادية وإنسانية تطال الأسر الفقيرة وذو الدخل المحدود أفشلت قوات الجيش الوطني عدة محاولات تسلل للميليشيا الحوثية في مواقع مختلفة من جبهة موريس الزميل فوزي الموريسي زار الخطوط الأمامية لجبهة موريس بالقهرة وأعد هذا التقرير عجزت ميليشيا الحوثي الإنقلابية عن إحراز أي تقدم يذكر على الأرض لها هنا في القطاع الشرقي من جبهة موريس بمحافظة الظالع وتلجأ كعادتها إلى قصف القرى المأهولة بالسكان حيث يعمل أبطال الجيش والمقاومة هنا على تأمين هذه المناطق التي يسيطرون عليها ويمنعون محاولات زحف الميليشيات والتسلل إلى هذه المواقع ألتقي هنا بالقائد الميداني واحد أبطال اللواء 83 مدفعية أبو جراح يطلعنا عن عمليات الصد التي يقوم بها أبطال الجيش للميليشيات التي تحاول تسلل إلى هذه المواقع أولا مرحبا فيكم وفي قلات سهيل زيارتها إلى المواقع الأمامية لقبهة موريس ونود أن نحكي بأن عندما حاولت ميليشيات الحوثية العودة إلى موريس لقد قامت بزج بعشرات وبلمات من أفرادها إلى أسوار موريس فبعد بالفشل فأنتحرت بجميع قوها فكان الجيش الوطني لهم في المرصاد فلم يعودهم اللاجثة هامدة نعم ماذا عن عمليات التسلل الأخيرة التي حدثت خلال الساعات الماضية وكيف تمكنتم من صد هذه المحاولات ومنعها في خلال هذه اليوم الماضية قامت ميليشيات الحوثية بمحاولات التسلل فبعت بالفشل والهزيمة وبفضل الله ثم فضل رجال الجيش الوطني والمقاومة استطاعوا أن يمنعهم وأن يعيدهم إلى أماكنهم فلقعت ميليشيات الحوثية لقرامية إلى قصف القرى المؤهلة بالسكان وهذه عملهم دائما نعم إذن هكذا تبدو الصورة هنا في جبهة موريس وتحديدا في القطاع الشرقي الذي يمثل صمام أمان لهذه الجبهة ولجبهة الضالع بشكل عام فوز الموريس قناة سهيل من الخطوط الأمامية لجبهة موريس محافظة الضالع وجه محافظ شبوى محمد صالح بن عديو بشراء مجموعة من الأجهزة الطبية الحديثة لمستشفى عتق العام بتكلفة تقدر بمئة ألف دولار من مبيعات نفط العقلة بمديرية عرماء كما وجه المحافظ خلال زيارته للمستشفى بعمل دراسة هندسية لإضافة قسم للرقود الداخلي بالمستشفى يتسع لعشرين سريرا من جانبه ثمن مدير عام المستشفى عتق الدكتور علي ناصر سعيد بمبادرة المحافظ وتزويده للمستشفى بهذه الدفعة من الأجهزة الطبية الحديثة مؤكدا الحاجة لها وعلى دورها في رفع القدرات التشخيصية بالمستشفى نظم مكتب التخطيط والتعاون الدولي اللقاء التشاوري الأول للمنظمة العربية والأجنبية العاملة في محافظة تعز بهدف الانتقال من الإغاثة إلى التنمية المستدامة والدعم وفقا لخطط الاستجابة التي رسمتها المحافظة للعام الفين وعشرين برعاية من وزير التخطيط نظم مكتب التخطيط والتعاون الدولي اللقاء التشاوري التنسيقي مع المنظمات العربية والأجنبية العاملة في محافظة تعز يأتي اللقاء استعدادا للتدخل المستدام في مجال الصحة والتعليم والمياه والإصحاح البيئي بالمحافظة 22 منطمة تعمل في داخل المدينة وأيضا في الساحل الغربي وأيضا في مديرية التربة اللقاء في الأساس لكي نوصل رسائل مهمة أنه أيضا مدينة تعز سنة صبحت المركز المدينة مركز آمن وجد نحن اليوم لدينا أكثر من ست منطمة تعمل داخل مركز المدينة أيضا الهدف الرئيسي للقاء هو مناقشات ومدارسات خطة المحافظة العام الفين وعشرين الفين واحد وعشرين والوقوف على أهم أولوية هذه الخطة في قطاع الصحة وقطاع التعليم وأيضا النظافة والإصحاح البيئي والمياه وأيضا بناء القدرات أغلب التدخل من قبل المنظمات تدخلا إغاثيا وقدر خلال عام الفين وتسعة عشر ميلادية بمبلغ خمسة عشر مليون دولار فقط والطموح أن يتضاعف هذا الرقم خلال العام القادم ويتحول إلى الجوانب المستدامة ورغم ضآلة المبلغ إلا أن بعض المنظمات تتهم بجلب المواد الإغاثية الغير صالحة للاستخدام الأدمي المنظمات اليوم في تعز نسمع أرقام مهولة لكننا نرى في الواقع نسمع كما يقول المثل نسمع قعقعة ولا نرى طحنا منظمات أو مبالغ بمبالغ خيالية تدفع لكن في أرض الواقع تراها عبارة عن أشياء لا يمكن أن ترقى إلى خدمة المواطن هناك مواد غذائية فاسدة توزع للناس هناك فساد في المقال المبادرات والمنظمات الموجودة معظم الذي يمسك هذه لا خبرة لهم في إدارة الأعمال من أهم الموارد وقت الحروب التدخل الخارجي من خلال الشركاء الإقليميين والدوليين التي يجب أن تكون عبر خطط ومشاريع تخدم الإنسان خاصة ومحافظة تعز بعد خمس سنوات من الحرب لا زالت أسباب التدخل قائمة ويجب أن يكون عام 2020 عاما لبدء العمل المنظم والمخطط له وإنهاء العشوائية والعمل خارج أطر المؤسسية أشرتنا انتهت وعودة إلى أهم عناوينها رئيس الوزراء يؤكد على ضرورة صرف مرتبات القطاع العسكري والأمني بصورة عاجلة الهجرة الدولية تقول إن نحو أربعمائة ألف يمني نزحوا منذ مطلع العام الجاري بسبب الحرب الحوثية للمزيد يمكنكم متابعة موقعنا على الانترنت سهيل دوت نتو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر واليوتيوب والتليجرام في أمان الله